ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الآيات تدل على أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الأمر الذي أرسل الله سبحانه وتعالى لأجله الرسل وأنزل سبحانه وتعالى من أجله الكتب حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحدا وكل الرسل جاءوا بهذا الأمر من لدى النوح حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بهذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل كل هؤلاء الرسل ليعبد وحده سبحانه وتعالى ويرجى وحده سبحانه وتعالى ويتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده والعبادة هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأغوال والأعمال الظاهر والباطن وتعرف أيضا بتعريف آخر وكل ما هو التزل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيم بفعل أوامره وترك نواهي لأن العبادة ينظر فيها إلى العمل وينظر فيها إلى العامل فإذا نظر فيها إلى العمل فينظر أن العمل لابد أن يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وإذا نظر فيه إلى العامل لابد هذا العامل أن يكون متزللا لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيمة فهؤلاء الرسل جميعهم جاءوا بهذه العبادة لتوحيد الله سبحانه وتعالى جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وليعبد الله سبحانه وتعالى وحده وهذه الحلقات هي مواصلة لهذه الدعوة دعوة الرسل وهذه أنجح دعوة وهذه أفضل دعوة لأن أي دعوة لم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة باطلة الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فكل من يدعو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى طريقة فلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى والذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وحده الذي يدعو إلى الله هو الذي يدعو إلى توحيد الله فكل من جاء يدعو لحزب أو لجماعة أو لطائفة أو لفرغة من الفرق يقول لك والله يا ابونا الشيخ بيد الجنة وبيجيب الرائحة وبيعلم الغيب أو يقول لك والله إحنا عندنا العالم الفلاني عندنا المفسر أقول لك مفسر القرآن وغير ذلك ده ما أدعى إلى الله سبحانه وتعالى هذا أدعى إلى طريقته ودعى إلى حزبه ودعى إلى الجماعة التي ينتمي إليها ولم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله تنكر الشرك أصويت دار تدعو إلى ربنا سبحانه وتعالى ودار تدعو إلى تبحيد الله سبحانه وتعالى لا بد أن تنكر الشرك المتمثل في القباب التي تعبد من دون الله في طريق الشرك بجابة مدني طريق مدني بتاع الشرك بتلاقيك أبو حراز على يدك الشمال لنتجي على الخرطوم قباب ليس لها أحد تعال الله كذا تكون ماش فيها أربع دقائق بس القباب دي قاعدة دي كلها لشنو الناس بخشوا جوا بيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وبيعتبر إنه دي ما عبادة لغير الله بيقول لك لا نحن ما بنعبد أصنام هذي ذات أصنام النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل غبري وثنن يعبد والصنام دي اشنو الصنام دي إلا يكون صورة بتاعة الإنسان فقط لا لا الصنام دي كل ما عبد من دون الله كل ما اتخذ طورة أو شكل عبد من دون الله ده في النهاية صنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل غبري وثنن يعبد وقال اشتد غضب الله على غوم اتخذ غبور أنبيائه وصالحه المساجد ومسلم رضي الله عنها وكيد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحبشة هناك وجدت كنيسة فيها تصاوير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أرأيك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فالرسول قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليالي كما أخبرت عائشة رضي الله عنها قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فبيل لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه القبور أن هذه القبور تعبد من دون الله وأن هذه القبور تتخذ مع الله سبحانه وتعالى شركاء وأنداد وآله ربنا أخبر عن قوم نوح فقالوا لا تظرن آلهتكم ولا تظرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوغ ونسرا ابن عباس رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري قال هؤلاء خمس رجال صالحين في قوم نوح قال لما ماتوا وحزن القوم عليهم فجعلوا على قبورهم تطاوير بعد ذلك قال فلما هلك أولئك اللوائل ذلك قال إحدى أن الزكارون سايف فلما تنسخ قال قال فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدوا من دون الله والسلد ما الحاصل لس في هذه البلاد عبادة الصالحين دي الحاصل وحيد خش القبة سواء كان الشيخ الحيء والميت ينده من دون الله وربنا سبحانه وتعالى قلوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية الفئة الحقوق العشرة كما يسمي العلماء قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ بدأ بحقه سبحانه وتعالى فعبادة الله سبحانه وتعالى وحده هذا الأمر الذي جاء من أجله الرسل إنه يبلغ الناس هذا الأمر ويعلم الناس هذا الأمر وأي داعية لا يدعو إلى هذا الأمر هذا يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله وكل يقول لك أننا دعاة إلى الله تدعو إلى الله؟ نعم طيب إذا أنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى بإفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وتوحيد الله سبحانه وتعالى بإبطال الشرك وبتبيين الشرك للناس زل يكون بيصلب الناس إمام في الجمعة ما يقول لهم إن الحجبات شرك يكون الناس اللي بيصلوا معهم واحد واحد يكون يصلي معه ولا بيسلي حجاب وما يوريه منه اتخاذ هذه الطرق اتخاذ هذه الطرق ما فيها البدع فيها الشرك لأنه واحد في النهاية حيدعو منه حيدعو بتاع الطريقة بتاع الطريقة هيموت حيعمله قبة حيندهه وكي تكون حي واحد يمشي الجعله من دون الله يا ابونا الشيخ الحقنا يا ابونا الشيخ انجدنا انا في حواك انا جيتك جاري وغيره كله شرك وضلاله باطل واحد تلقاه تلقاه زي ما ذكرته يصلب الناس الجمعة وما يبلغ للناس هذا دي كذا ما عديم سؤولية كبيرة جدا على الدعاة واحد لا بد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة التي بعث من اجلها سبحانه وتعالى جميع الرسل وانزل سبحانه وتعالى لاجلها الكتب حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وما في تعظيم شوف ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لتعذروه وتوقروه وتسبحوه ده لي الله تسبح الله سبحانه وتعالى بكرة واصلة والتعذير والتوغير للنبي عليه الصلاة والسلام يكون بتعظيمه وتبجيره باتباع امره ونهيه ومحبته عليه الصلاة والسلام وتصديق خبره كما اخبر بذلك كما اخبر بذلك العلماء في مزالة شهادة ان محمد الرسول الله وتطاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام وان لا يحدث في دين الله ما ليس منه فشوف تعظيم لشخصي في هذا الدين ماهو التعظيم لله سبحانه وتعالى التعظيم لله سبحانه وتعالى لانه في ناس بسبب هذا الامر عبدوا عبدوا هؤلاء يقول لك ده صالح وده بي لحقنا وده بي نجدنا واحد بدل يسأل الله يسأل الصالح يعتبر انه صالح ومسالة انه صالحة ومسالة دي ذاته دي ذاته محتاجة لدليل لان الصالح ده الشهد له النبي عليه الصلاة والسلام والشهد له ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة لكن فلان بالتعيين تشهد لواحد بالتعيين بدون دليل ده كلام باطل فهؤلاء يعظمون هؤلاء الموتى ولح يا ايما شيخات ما قل لك ده شيخة الطريقة القادرية ده شيخة الطريقة المكاشفية ده ابونا الشيخة المكاشفة تلقى خاطة صورة الشيخ المكاشفة تلقى بخاف منه زي يضله بخاف منه تلقى بخاف من الشيخ ده بيعتقد ان الشيخ ده بينفع وبيضر بيعتقد ان الواحد لو عنده حاجة يمشي يطلبه منه وده كله ده الشيرك ذاته يا جماعة الشيرك بالله انك اتت تعتقد انه غير الله سبحانه وتعالى يستطيع ان ينفعك او يضرك فيما لا يقدر عليه الا الله وده الاسحالين واقعين فيه الصوفية وده الكلام الكتار ناس الاحزاب الجماعات وزي انصار السنة وغيرهم ما بيتكلهم في الكلام ده ما بيقول لك الصوفية ديل على ضلال ولا بيقول لك الصوفية ديل على شيرك بيس كدو زائمين تقول مين يجيب حرف الصعدة بزوغ منه بصاك ده طوالي بزوغ ما بجيب الصوفية لانه خايف خايف الاششغل النقاطة تقيب وقدر وما يلقى بعدين قروش ومتفرر للمسالة دي وما عارف ان الدعوة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى لكن هذه الدعوة دعوة بتاعة أخوان مسلمين في النهاية دعوة الأنصار السنة دعوة أخوان مسلمين وما بيدعو الناس للتوحيد وإن دعوا الناس للتوحيد بس يكلموا لك كلام عام بدون تفصيل أس ما يجب لك البرع يقول لك البرع ذا قال النعب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل أبدا ما يقول لك ولا يقول لك ذا قال واجود على أم الطريقة القاعد في الخرطم ثلاثة الحلفاوي شيخ الطريقة قال واجود على أم لطرح مطف لها ورحمة من في الكون من بعد رحمته بتاع الطريقة البرهانية حمد عبد البرهاني أس ما يقول لك والطريقة البرهانية من الطرق المنتشرة جدا وناس عندهم أموال تمشي مدني تلقى عندهم مغرات في الخرطم تلقى عندهم مغرات يتكلم عن هؤلاء دا قال واجود على أم لطرح مطف لها ورحمة من في الكون قال من بعد رحمته دا في كتاب دا في كتاب في كتاب كتبه بيده قال هذا الأمر واجود على أم لطرح مطف لها وده الساكتين ساكت ونحن وقد نقول هؤلاء هؤلاء أخوان مسيمين ودعوذهم دعوة أخوان مسيمين ما دعوة لربنا سبحانه وتعالى أنه إحنا ما بنقصد بالكلام ذا إنه دعوة التوحيد دعوة التوحيد ديها دعوة أخوان مسيمين لا لا دعوة التوحيد ديها دعوة ربنا سبحانه وتعالى لكن الجماعة القادين هناك في المركز العام الجماعة دين الأخوان مسيمين دعوذنا اللي يقدمها دعوة أخوان مسيمين ما دعوة ربنا سبحانه وتعالى وكل من ناس في النهاية يعني جوهين عشان يدمروا الدعوة وأعدالي دعوة ودعوة التوحيد ما حال ما تمشي يطعن في أخواننا ذلك وأعدالي هذه الدعوة ما حال ما تمشي دار تتكلم مني يشوفوا كلامك كده بقول لك الزولة الزولة تبع فلان الفلاني ليه؟ ما يتكلم في النهاية ما هي دعوة ربنا سبحانه وتعالى والناس يبينوا توحيد ربنا سبحانه وتعالى نبتغي بذلك وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وما ذارين من أحد يشكرنا ولا ذارين من أحد يجازينا ويعوضنا على العمل لأن في النهاية هي الدعوة لمن؟ دعوة لله سبحانه وتعالى فهذه الدعوة دعوة الرسل كما ذكرت الثلاث كتار ضلوا عن الطريق ليه؟ لتحقيقه لكن الذين يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى بيرفعهم الزولة يدعوا بإخلاص وبيدوا بحق وبيدوا بوضوح ولا بدس ولا بغش ربنا سبحانه وتعالى بيرفعهم في النهاية الله قال إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يغوم الاشهاد ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد سبغت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم اشتغل دعوة ليه ربنا سبحانه وتعالى خش المساجد بلغ دين الله سبحانه وتعالى ما يهمك إن ننازل يعني يقبل أو ما يقبل وإن كان مسألة الغابول دي مسألة يعني طيبة وتسر النفس لكن دي في النهاية لا يعلمها إلا الله إنه دقيبل أو رفض اتعالي اقبل بيان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك بلغ للناس بعدها المسألة مسألة الغابول دي إلى الله سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحبك لكن بين البيان بيكون بحكمة وبالين والبيطراع في وحال الناس اللي بتبلغهم بغذر الإمكان إنك إنت ألطف بالناس وأرفق بالناس ويكون همك إن الناس يهتدوا ويكون همك إن الناس يقبلوا توحيد الله سبحانه وتعالى لأنه مع دين الله دين الله سبحانه وتعالى دا الدين ربنا سبحانه وتعالى بسببه يقبل منك وبسببه يدخلك الجنة وبسبب رده يدخل يدخل من رده النار والعياذ بالله والمسألة دي الدين دا البرد دا دا شغي والعياذ بالله لكن كتير من الناس بتحججوا لك بيسنوا بيقول لك والله ما في لطف ما في لين ما في حكمة وشغالين بيتشدد وغيره فقفلاً لهذا الباب ودرعاً لهذه الشبهة إنك تتبلغ الناس بالرفق وبالحكمة وباللين بقدر الإمكان راعي حال الناس اللي انت بتتكلم عنه بتتكلم لهم والناس بيختلف على بدة دا يكون يكون حصيف ويعلم أنها حال الناس اللي بيبلغوا الدعوة في النهاية المسألة إلى الله سبحانه وتعالى ما يهمك إذا قبله أو رده وإهمك إذا في النهاية واحد يقوم فيه يقول لك دا يا رأنا كلامك دا باطل ودي دعوة بتاعة وهابية وغيرها دا ما تشتغل وبفين أنت واصل واصل دعوتك إلى ربنا سبحانه وتعالى والدعوة كما ذكرت لله سبحانه وتعالى يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص ربنا إذا أردك الاخلاص إن شاء الله ثاني يعني تكون بإذن الله سبحانه وتعالى موفق لأنه الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي تؤجر بسببه بوجر بسبب الإخلاص لأنه إذا ما أخلصت لربنا سبحانه وتعالى الله بيقبل منك فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل وفقنا إلى ما يحب ويرضى هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير بارك الله فيكم غد مخونا على الهمد